مرحبا بكم مشاهدنا الكرام إلى حلقة جديدة من كوشك الصحافة نطالع فيها أهم تدولته الصحف العربية ومواقع الأخبار المحلية من أنباء وتحليلات والبداية من موقع الموقع بوست والذي تابع أحد الموضوعات وعلق خمس أكثر من خمسمائة يمني عالقون بين الحدود الصومالية الجبوتية ومناشدات للرئيس هادي بالتدخل قالت مصادر خاصة في جبوت للموقع بوست إن أكثر من خمسمائة مواطن يمني عالقون في الحدود الجبوتية الصومالية بعد وصولهم من العاصبة المؤقتة عدن عبر البحر وفادت المصادر بأن السلطات الجبوتية منعت دخولهم عقب وصولهم إلى حدودها بحجة إصابتهم بمرض الكوليرا الذي استشرى مؤخرا في مدينة عدن وقال قريب لعائلة يمنية هناك إن المسافرين وصلوا إلى ميناء بربر الصومالي السبت الماضي ثم سافروا إلى هرجيسا عبر البر وصولا إلى حدود جبوتي وأضاف أنهم تفاجأوا بمنع السلطات الجبوتية لهم من الدخول بحجة أنهم مصابون بمرض الكوليرا مضطرهم للبقاء في عراء داخل مخيمات تفتقد لأبسط الاحتياجات في منفذ اسمه لواءدة وذكر بأن من بين المسافرين أطفالا وكبارا في السن وأن لديهم الأوراق الرسمية التي تثبت خلوهم من الكوليرا مؤكدا بأن لديهم مواعيد مع سفارات البلدان التي سيغادرون إليها وأن تأخر دخولهم سيعرضهم لخسارات مادية تضاعف خسارتهم المعنوية نقرأ من موقع يمن مونتر سقيع قارس شمالي اليمن يؤخر الدراسة ويرفع سعر ملابس الشتاء وقال الموقع تشهد المحافظات اليمنية الجبلية موجة سقيع غير مسبوقة تسببت بتأخير موعد الدراسة وارتفاع في أسعار الملابس الشتوية وفد سكان المحليون ليمن مونتر أن إدارات المدارس أبلغتهم بأنه تقرر إلغاء الطابور المدرسي إلى أجل غير مسمى بسبب موجة البرد على أن يتم حضور الطلاب إلى المدارس الثامنة صباحا بدلا من السابعة ونصف واستغل تجار الملابس موجة البرد القارسة وقاموا برفع أسعار الملابس الشتوية إلى أرقام قياسية وقال سكان في صنعاء ليمن مونتر إن معاطف الأطفال الشتوية ارتفعت هذا العام إلى أرقام قياسية تصل إلى ثمانية آلاف ريال يمني للمعطف الواحد التنازل لليمن لا عن اليمن تحت هذا العنوان كتب محمد جميح مقاله المنشور في موقع الموقع بوست وقال في أجزاء من المقال قبل أن يدخل الحوثيون عمران كنت أقول لو وصلوا إلى سواحل عدن لما ساورتني ذرة شك في أنهم مهزومون وبعد وصولهم إلى سواحل عدن وترديد صرختهم الكاذبة في خور مكسر بدأ مسلسل العد التنازلي لانفجار فقاعة الصابون واليوم يهتف المتظاهرون في ميدان التحرير وسط صنعاء ضد سلطة الكهنوت والحوثيون يحضرون لصوصهم الذين أطلقوا الرصاص لتفريق المتظاهرين واعتقال الكثيرين منهم الانقلاب يتداعى من داخله والأطراف السياسية التي شاركت في جريمة التغطية على الانقلاب الحوثي تدري كل يوم حجم الكارثة التي حلت بالبلاد من بعد 21 سبتمبر 2014 هناك شبه إجماع شعبي على أن الحوثي كارثة حتى الذين أدخلوه إلى صنعاء يعرفون ذلك وهذا الإجماع جيد لتشكيل حركة وعي وتمرد داخل المناطق التي سيطر عليها بالقوة بعض من لا يدرك طبيعة المعركة يشمت بورطة الذين صفقوا للحوثيين وهذا خطأ فادح انظروا إلى ما تحقق كما تنظرون إلى ما لم يتحقق انظروا إلى ثلثي الكأس الممتلئة لا تكتفوا بالنظر إلى الثلث الفارغ صحيح أن معاناة شعبنا شديدة لكن ثمن التسليم للانقلابيين أكثر بكثير من ثمن مواجهتهم كل ما هو مطلوب اليوم أن تتمسك القيادة السياسية بالمرجعيات الثلاث المبادرة مخرجات الحوار القرارات الدولية أن لا تفرط في ثوابت الوطن أن لا تتغاضى عن الانقلاب أن ترفض الحلول الترقيعية وأن لا توافق على سلام يؤسس لحرب جديدة أخيرا ولد الشيخ يدعو دائما إلى تنازل لكنه يجب أن يفهم الفرق بين التنازل لليمن والتنازل عن اليمن من محافظة تعز عنونا موقع الاشتراك نت عن الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة الميليشيا ترتكب مجزرة في ثعبات ومواجهات عنيفة في المقاطرة وقالت مصادر بحالية للاشتراك نت أن الميليشيا ارتكبت مجزرة بحق المدنيين بإطلاقها عدة قذائف سقطت على منزل سكني بحيث عباد شرق المدينة وأسفرت عن مقتل طفل وإصابة خمسة آخرين وفي سياق متصل قتل مدني بقصف الميليشيات عددا من الأحياء السكنية شرق المدينة تزامنا مع قصف مكثف وعشوائي استهدف أحياء أخرى غرب المدينة وذكرت المصادر أن الطفل نواف قاسم سلطان سعيد تسع سنوات لقي حتفه جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الميليشيات بمنطقة حذران في الضباب كسرت مجامع عسكرية ومدنية حاجز الخوف ونفذت وقفة احتجاجية في ميلان التحرير وسط العاصمة صنعى مطالبة جماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة صنعى بالرواتب إلا أن فرقا مسلحة تابعة لجماعة الحوثي قامت بقمع هذه المجامية وفرقتها بالقوة يقول شهود عيان للمشاهد إن جماعة الحوثي طوقت ميدان التحرير ومداخله بالمسلحين والمدنيين الذين يحملون العصي والهروات ما أن بدأت بجميع المتظاهرين بالتفاود بأشرت الجماعة المسلحة الاعتداء عليهم وإطلاق الأعيرة النارية إلى جانب ضرب المحتجين بالهروات والعصي وأعقاب البنادق ما أحدث عددا من الإصابات ولم تكتفي الميليشية بذلك بل أنها أقدمت على اختطاف بعض الأشخاص من داخل التظاهرة ويقول أحد المشاركين في التظاهرة في اتصال الهاتفين مع المشاهد إن هذه التظاهرة التي قمعت من أول وهلة هي الشرارة الأولى للتخلص من جماعة الحوثي التي تسيطر على مؤسسات الدولة ويضيف حاجز الخوف كسر ولا يمكن أن يتم التراجع عن تحرير مؤسسات الدولة فمطالبنا شرعية وهي أبسط حقوقنا الفجوة بين النخب والمجتمعات تحت هذا العنوان كتب ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في المصدر أولاين وقال ياسين في جزء من مقاله تتسع الفجوة بين النخب ومجتمعاتها في البلدان الديمقراطية الصناعية على نحو لم يعد معه ممكنا إخفاء ظاهرة التدهور الشديد في العلاقة بينهما في نظر المجتمع لم تعد النخب قادرة على التعبير عن نبضها كما كانت في الماضي كما أنها قد خسرت القدرة على قراءة حاجاتها المتجددة إلى الأمن بمفهومه الشامل والاستقرار الذي يولده الشعور بالاطمئنان إلى تنامي معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع فرص العمل وغير ذلك من عناصر الأمن الاجتماعي الشامل في حين كانت تشكل هذه النخب لسان حال مجتمعاتها وصوتها القوي في مواجهة آليات الدولة الضخمة فقد أصبحت في هذا الوقت أشبه بحاجز الصوت بين المجتمع والدولة فكل ما يصدر عنها لا يعد أن يكون غير ضجيج ليس له أي صلة بمفهوم المجتمع ومطالبه استمرار الانتهاكات والاعتداءات التي تمارسها ميليشيا الحوثي في حق أبناء مدينة إب أقدم مسؤول حوثي على خطف مدني من منزله مطالبا أسرته بالتنازل عن أرض مقابل الإفراج عنه قال مصدر محلي لموقع المصدر أونلاين إن وكيل محافظة إب المعين من قبل جماعة الحوثيين المسلحة خطف مدنيا بالقوة واحتجزه في منزله مطالبا أسرته بالتنازل عن أرضه وأفاد المصدر إن مسلحين بقيادة الوكيل قاموا بخطف المواطن محمد عبد العزيز الصلاحي من سوق في خط ثلاثين غرب مدينة إب واقتادوه إلى منزل المسؤول الحوثي وكان الحوثيون قد اقتحموا منزل الصلاحي قبل أيام واعتدوا على زوجته وعبثوا بأساث المنزل وتعود المشكلة لخلاف بين الصلاحي مع أفراد أسرته حول قضايا الميراث لكن الحوثيين استغلوا الخلاف ويريدون استلام ملف أو ملف القضية لأخذ أراض لصالحهم وهو ما رفضه الصلاحي قبل أن يتم اختطافه وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فصل قصير ابقوا معنا مرحبا بكم من جديد تصف صحيفة الشرق الأوسط الاحتجاجات التي تشهدها عدد من المؤسسات التي يسيطر عليها ميليشيا الحوثي في صنعاء بأنها موجة غضب شعبية في العاصمة وتقول الصحيفة تشهد المدد اليمني خصوصا العاصمة صنعاء حالة من الغليان الشعبي جراء عدم تسلم الموظفين لمرتباتهم لأشهر أو لثلاثة أشهر للأشهر الثلاثة الماضية من قبل الميليشيات الانقلابية التي تتهمها الحكومة اليمنية بنهب مليارات الريالات من البنك المركزي في صنعاء قبل نقله رسميا إلى العاصمة المؤقتة عدن وقالت مصادر محلية في صنعاء وشهود عيان للشرق الأوسط إن الميليشيات اعتقلت عددا من الضباط في القضاء العسكري الموالين للرئيس المخلوع صالح والذين تظاهروا من أجل المطالبة بتسليم رواتبهم المتأخرة وإطلاق صراح أحد زملائهم المعتقلين لدى الميليشيات وتضيف الصحيفة ومنذ الانقلاب على الشرعية واقتحام العاصمة صنعاء من قبل ميليشيات الحوثي بالتواطئ مع القوات الموالية للمخلوع صالح والميليشيات تمارس ترهيبا ضد الأحزاب والمنظمات والنقابات في صنعاء وبقية المحافظات التي تخضع بسيطرتها صحيفة العرب الجديد تابعت الأوضاع الاقتصادية في أربع دول عربية وتناولت تأثير الحرب على السير الحياة فيها وعنونات الصحيفة الحرب تستنزف عملات أربع دول عربية وقالت العرب الجديد استنزفت الحروب عملات دول عربية في ظل تهاوي المؤشرات الاقتصادية وشح الدولار وتراجع الاحتياطات وسيطرة ما في اتجارة العملة في اليمن والعراق وسوريا وليبيا على السوق السوداء للنقد الأجنبي إذ فقدت حكومات هذه الدول السيطرة على الأسواق وترى الصحيفة العربية أن سيطرة ميليشيا الحوثي على العاصمة اليمنية صنعاء ومؤسسات الدولة تسبب في تدهور قيمة العملة الوطنية وباتت السوق السوداء للعملات الأجنبية تستحوذ على نحو 90% من حجم تداول العملة الأجنبية وعملت ميليشيا الحوثي على تأسيس كيانات اقتصادية موازية لتمويل حروبها بعد تدميرها الاقتصاد الرسمي والقضاء على القطاع الخاص النظامي وفي صنعاء تم افتتاح عشرات من شركات الصرافة المملكة لأفراد موالين للحوثيين وأصبحوا هم المتحكمين بسوق الصرف تتشابه حالات الاختطاف والاخفاء تتساوى معاملة السجون والسجانين سواء كانت في اليمن أو في مصر أو في العراق أو حتى في إسرائيل لا فرق فالظلم واحد والمظلومون كثر وكذا السجانون يكتب الشاعر الفلسطيني معين بسيسو مقاله المنشور في القدس العربي عن ظروف اعتقاله وحياته في المعتقل في إسرائيل علمتني الزنزانة السفر لمسافات بعيدة وعلمتني أيضا الكتابة لمسافات بعيدة فالسجين دائما يسافر بيده في الماء ويحاول الكتابة بصوته ثلاثة أشهر لم نرى فيها جريدة ولا كتاب على حائط الزنزانة يكتب المسجونون أسماءهم يحفرونها بزر قميص أو بمسمر أول ما يفعله السجين هو أن يكتب اسمه على حائط الزنزانة إنه دائما يكتب اسمه وتاريخ دخوله السجن والوطن الذي جاء منه وكبشارة للسجين الذي سيأتي بعده فالسجين دائما قبل خروجه يكتب تاريخ الإفراج عنه وكأنه يريد أن يقول لابنه أو لحفيده السجين القادم ما سجن بنى على سجين ولا مشفن بنت على مريض عليك أن تسافر فباب الزنزانة في السجن الحربي يفتح ثلاث مرات في اليوم مرة في استأدسة صباحا حينما تمد يدك وتتناول الرغيف فبسافة العشرين مترا إلى دورة المياه كان ممنوعا على السجين أن يعبرها فهم لا يريدون أن تتذكر أبدا أنك كنت تمشي ذاتي إنهم في حرب مستمرة ضد ذاكرة القدم ويفتح باب الزنزانة مرة ثانية في الواحدة بعض الظهر على الرغيف أيضا وعليك أن تمد يدك وتتناولها وتأكلها أمام السجان وكما أن الكتابة تجيء في خطوط مستقيمة هكذا تعلمنا الكتابة غير أن الزنزانة تعلمك كتابة جديدة ونقرأ من صحيفة الاتحاد الإماراتية مجلس التعاون الخليجي يتمسك بالمرجعية الثلاث لاستعادة اليمن وقالت الاتحاد التقى نائب الرئيس اليمني المبوث الخاص الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي صالح عبد العزيز الذي أكد بدوره حص دول المجلس على استعادة الدولة اليمنية وإحلال السلام وفقا لمرجعيات المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 وعبر الأحمر عن شكره وتقديره لدعم دول مجلس التعاون ومسندتها للشرعية وأشار إلى رغبة اليمنيين والقيادة السياسية في أحلال السلام الدائم الذي يستند إلى المرجعيات الثلاث ما يضمن انسحاب الميليشيات وانفراد الدولة بحيازة الأسلحة وبمستقبل اليمنيين صحيفة الخليج اهتمت بالشأن اليمني وعنوانت قوات الشرعية تواصل تقدمها بين محافظتي الجوف وصعدة وفي التفاصيل قالت الخليج وصلت قوات الشرعية في اليمن تقدمها في محافظة الجوف على حساب ميليشيات الإنقلابيين التي فقدت عددا من المواقع التي كانت في قبضتها وحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية فإن وحدات الجيش الوطني والمقاومة خاضت مواجهات ضارية ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع وكمدتها خسائر فالحة في الأرواح والعتاد وتمكنت من تحرير عشرة كيلو مترات باتجاه الطريق الدولي وتابعة الخليج حقق الجيش الوطني خلال يومين تقدما كبيرا في اتجاه وادي الغمير وتمكن من تطهير معظم مناطق المديرية من قبضة الميليشيات الإنقلابية بإسناد من طيران التحالف العربي إجراءات نقل السلطة وصلاحية الرئيس الأمريكي بدأت بصورة تدريجية لكنها مختلفة تمام الاختلاف عما يحدث في دول عديدة وفقا لصحيفة الحياة اللندنية ميشيل أوباما تلتقي ميلانا ترامب في البيت الأبيض وفي التفاصيل التقت السيدة الأولى بيشيل أوباما زوجة الرئيس المنتخب ميلانا ترامب في الغرفة البيضاوية الصفراء في البيت الأبيض في غضون اجتماع للرئيسين في البيت الأبيض ونشر دونالد ترامب في وقت متأخر تغريدة عبر موقع تويتر مدح فيها الزوجين فكتب يوم رائع في العاصمة التقيت فيه الرئيس أوباما لأول مرة وكان اجتماعا جيدا للغاية وهناك توافق كبير بيننا وعجبت ميلانا بالسيدة ميشيل أوباما كثيرا تتابع الحياة وتحدثت السيدة أوباما والسيدة ترامب عن عائلتهما وعن تربية أطفالهما كما استحبت أوباما السيدة ترامب في جولة على سكانها الجديد تتكرر ذات الأحداث في الوطن العربي ويمد الحفاظ على الحياة والاستمرار فيها مهمة شاقة إذ يغرب سكان الأرياف إلى المدن ويغرب سكان القرى إلى المدن ثم يغرب الجميع إلى الصحراء وإلى القفار صحيفة العرب الجديد وثقت أحد أحلات الهروب في مدينة الموصل الأراقية وتبدو المأساة في كل صورة وترجمة نانسي قنقر في هذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختم حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نترككم في أمان الله ونتابع مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر